هذه الأمور التي ذكرتها والتي تمثل فلسفة الصوفية الحقة هي التي يمكن أن تجعلني أن تقل إلى قضية الرؤية كواحدة من القضايا التي أحياناً يعول عليها ثم تنكر من قبلهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الرؤية واحد من ثلاث إما أن تكون من الله وإما أن تكون من الشيطان وإما أن تكون حديث النفسي للنفس أو ما يرى بالعقل الباطل بل إنه صلى الله عليه وسلم يبين أنه يمكن أن يكون للإنسان يعني ما يشبه اللمس أو اللم من الشيطان ولما من الملائكة يعني نوع من اللمس أو نوع من الوجهة التي يعني يشير فيها إلى عم ويبين النبي إلى أن اللم التي تأتي من الشيطان تكون في الشر الشيطان يعيدكم الفقر وأمركم بالفحشاء والملك يكون في الخير ولهذا لا يمكن أن ننكر هذا الجانب طالما أنه في دائرة المعقول والمقبول وطالما أنه لم يصبح أمراً عاماً يحكى في المنتديات العامة ويزاع في المجالس العامة خصوصاً وأنني كما أشرت يؤدي ذلك إلى نوع من الضلال أو الفتنة للنفس أو الغير لكن لا يمكن أن ننكر دور الرؤية وقعت لنبي الله إبراهيم ووقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ووقعت لغيرهم وهناك روايات متعددة وإن كان في البعض منها مقال إلا أن العلماء أجازوا العمل بها في فضائل الأعمال طالما أنها في باب فضائل الأعمال والتشجيع على الخير والحث على الفضائل والأخلاق الطيور